السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة هل هي مفاجآت أم أخبار أم كذبة إبريل عشان تعرفش تبدأ كلم عنه أقول لا تنسى تدعمنا بلايك وتنشر الحلقة لأن فيها أخبار جبارة وخلونا نبدأ أشياء كثيرة راح تصيفي شهر إبريل ومخلي شهر إبريل عندي من أفضل وأجمل الأشهر يعني شهر مليء بالأحداث والحماس ليه كأوتاكو أحس الشهر جبار صراحة فهل هي أخبار أم كذبة إبريل الكلحة بيسوي كذا هل أم في كذبة إبريل فصارت عادة وهبة زي ما يقولون وكثير يعني ترى هذا بيرجع هذا بيصير هذا بيرجع هذا بيصير راح أعطيكم الأخبار الحقيقية التي ليست كذبة إبريل والتي تم تأكيدها من المواقع الرسمية والتي زيدتني سعادة في الموضوع بداية من يوم واحد إبريل مفاجأتين المفاجأة الأولى في يوم واحد إبريل هي عودة أنيمي أتاكو أون تايتن الجزء الثاني من أنيمي أتاكو أون تايتن راح يتم بثه في اليوم الأول من شهر إبريل تم تأكيد ذلك وليس عليه أي غبار الخبر الثاني لليوم الأول من شهر إبريل أكد مصدر مسؤول ورسمي أن الحلقة الأولى من الجزء الثاني من أنيمي بوكو نو هيرو أكاديميا أو أكاديمية بطلي أيضا عائد أخيرا في الجزء الثاني منه في اليوم الأول من شهر إبريل طيب شنو اللي راح يحمسني في اليوم الثاني لاحظنا يوم الأول عندي أتاكو أون تايتن وعندي بوكو نو هيرو أكاديميا فشنو موجود عندي في اليوم الثاني ليزيد حماستي فى شهر ابريل الشى boundaries موجود عندي يزيد حماستي فى شهر ابريل فى اليوم الثاني هو الآخر ب Kristi فعلا يوم ميلادي يوافق اليوم الثانى من شهر ابريل بالميلادي ننتظر ونشوف انا بس اقول والدبام طبعا بالنسبة للزاله او رابع من شهر ابريل ما عندي اي خبر عنهم ايش راسي يكون فيهم لكن اليوم الخامس من شهر إبريل نجي للخبر الرابع معنا هو بداية أنيمي بورتو الهدف من الستوديو هو في الفلر اللي قاعد يسوي في نورتو والتمطيط أيضا بعيد عن الفلر والتمطيط عرض الروايات هو أن يخلي أنيمي نورتو متواصل مع أنيمي بورتو بحث أنت نورتو يبدأ بورتو على طول ففي اليوم الخامس من شهر إبريل ستبدأ أولى حلقات أنيمي بورتو اليوم السادس من شهر إبريل شنو موجود عندنا كأوتاكو موجود عندنا حدث جميل جدا هو دبي كوميك كون القناة وحبكم موجودة في الحفل هذا كمتجر وكقناة بتواجد جميع أعضاء القناة بإذن الله وحنسوي لكم فعاليات وتحديات جميلة في القناة فلازم تكونون موجودين وطبعا الحفل راح يكون يوم ستة وسبعة وثمانية نيجي على الحين بالنسبة لليوم السابع من شهر إبريل شنو عندنا مفاجأة وحبكم في اليوم السابع من شهر إبريل هو الحلقة الأولى من السيزن الثاني ويفترض نقولنا السيزن الثالث من أنيمي بيرزيرك أنيمي بيرزيرك وحترجى حلقتها الأولى واستكمالنا للإحداث في يوم سبعة إبريل ومن سبعة قفزة إلى يوم 15 إبريل حيث نعلن لكم أن ناناتو نوتايزاي عائد يوم 15 إبريل يعني صراحة شهر مليء 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 بالحماسة مليء مليء جداً بالحماسة عودة ناناتو نوتايزاي باسم ذا سن راح يعود في يوم 15 إبريل أحد الأنميات اللي أنا متحمس لها إلى عشاق تصنيف الرعب في شهر ربيل راح يتم بث أنيمي سيكاي نويامي زوكان سيكاي نويامي زوكان أنيمي من تصنيف رعب والصور اللي بحط لكم أكبر دليل على ذلك أنا ما كنت صراحة من عشاق أنيميات رعب لأني ما أشوف أنه في أنيمي ممكن يرعبني لكن الصورة هذه الحالة صراحة أثار الداخلي غريز أنه فعلاً راح أشوف شيء مرعب فمتحمس له جداً للأسف لم يعلم في أي يوم من شهر إبريل راح يكون بداية الحلقة الأولى لكن هذا كان اختياري لشهر إبريل راح أكثف البحث أكثر عن أخبار مفاجآت أو كذبات للأوتاكو في شهر إبريل وأسوي عنها حلقة ثانية قبل أن يجي شهر إبريل إذا عجبتك السلسلة قبل بداية شهر إبريل نبي نشوف اللايكات هنا تتفجر مجرد ما تفجر اللايكات راح تشوف الحلقة الثانية وراها كذا جايت كذا وراها كذا على طول جايتك الحلقة الثانية فجر اللايكات انشر الحلقة أبي نشوف السبسكرايب بوف فوق وأوعودك بحلقة ثانية أجمل من مفاجآت أخبار أو كذبات في شهر إبريل لا تنسوا أهم خبر لازم يتعلق فيه أهم خبر مهم جداً اللي راح يصير فيه اليوم الثنين إبريل اللي هو أهم خبر عمدت أتاكن تايتن أتاكن تايتن بس أثنين أبي لا تنسونا بالنهاية كلكم قلوا معيسوا بحارك اللهم في عمدك أشهدوا ولا إلا لا تنسوا الكهتب إليك لا تنسوا نشير واللايك والسبسكرايب نشوفكم موسيقى 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 موسيقى